اشتركوا في القناة ومحرضة واستخدامها الدائم هدفه الوحيد ضرب الفتيل باستمرار في علاقة الاهل بالاسماعيل وترجع اجيال بعد اجيال ترددها ليه الاهل بيروحشي لعفل اسماعيل لدرجة انه يطلع مسؤول في النادي الاسماعيلي يطالب الربطة ولا نسمعه احسن نسمعه مع الزميل محمد شباني تصريح للأستاذ خالد زين نائب رئيس النادي الاسماعيلي الرجل قال ايه الزمالك يأتي الى الاسماعيلية ولم يحدث اي مشكلة ما المشكلة التي حدثت حتى لا يأتي الاهل الى الاسماعيلية انا عايز اقول لسوس خالد زين لمن توجه هذا السؤال هل عايز تقول لاتحاد الكورة ولا بتوجهه لربطة الانداء ولا بتوجهه للنادي الاهلي ولا بتوجهه للامن اللي هو ماسك وعارف كل التفاصيل اللي مش لازم تعلن يعني يعني ايه اللي بانا اللي ملاقاش معنا دي الاهلي بروحش الاسماعيلية ده ولا يلا عايز انت بود الاهلي الاسماعيلية الاهلي موافع انا والله العزب انا بقى اوناشد مجلس ادارة النادي الاهلي ان يرسل رسميا لربطة الاندية المصرية جواب يقول له لا امانع فان هواجه الاسماعيل في الاسماعيلية ويجي يلعبني في القهر طبعا الاهلي بلعب المتشين برا خلاص ده البنى بقت بيخة يعني يعني الاهلي يملك اتخاذ قرار انه لا يلعب في الاسماعيلية سؤال عايز الاساس خالد زين يجاوب عليه جماعة ما يكون موضوع داخل في حاجات خاصة بحماية معينة للبشر ولا ينسكت لغاية ما الامور تتعدل والامن يحس ان الامور تمام اكتر الناس هتبقى حريصة نلقى لي روح لاسماعيلية هما الامن بعد كده بس تبقى الامور تمام الوسط يهدى فارجو ان اللي بانا دي بقى نشيلها بقى يعني بقت كلام ملوش معنا احنا مش بتدافع الاهلي احنا بقولك يا فندم الحقيقة الحقيقة الاهلي ملوش زنب ملوش دعوة يعني ووصل الامر بالكابتن محمد شبابي موضوع باخ وياريت الاهلي يطلب الاهلي لا يملك ان يطلب ولا يملك ان يرفض يعني لو اتخذ قرار يقدر الاهلي ولمش رايح هلعب في اسماعيلية لا طبعا ما للاهلي وما لهازا القرار والاسماعيل ما بيجيش هلعب في القهرة على فكرة نمرة ثلاثة هذا الترديد هذا الكلام استاذ ابراهيم مع امور كاذبة منذ النشأة ادت الى هذه الفجوة وهذا التواطر بين الاسماعيل والاهلي بدأت عندما الاهلي يرفض استضافة اسماعيلي اللي كل جمل اسماعيلي الكبار انكروها مرة واثنين وثلاثة بالتصريح والتوضيح والدليل السابت واللي يقول لك كنت بروحة عالد في جيم بالاهلي واتمر في جيم واللي يقول لك عملولي ماتش اعتزالي في النادي الاهلي واللي يقول لك بتفرغ اللعبة الاسماعيلي والتاريخ بيقول لك الاهلي بترحاب رجع رضا ورجع حمزة الجمل وتغاضى عن مشكلة احمد حسن وكثير المسألة مسألة هناك من يختارق هذه العلاقة ويزكيها وينميها واخر تعالوا جنب اخواتكم الاهلي بيفرغ اسماعيلي الاهلي ما صدفش الاسماعيلي الاهلي يسأل مين يسأل عن هذا السؤال ابعيدوا عن يا جماعة الاهلي يلعب في اي مكان على فكرة يا ريت الاهلي يلعب في اسماعيل ليه بقى لان كل وقت حبما مسؤول عن الحفاظ عن امن الضيف ولو حصل اي شيء الاهلي مش قلقاه لان لو حصل غير الحفاظ على امن الضيف هو ممكن يبقى فيه قرارات لصالحه مش قلقانين لكن حتى لان جهات اخرى شايفة ان هناك من يزكي بدليل الاشتباك اللي حصل في ماتش تحصيل حصل في ارض محايدة سنة اللي فاتت بين الجماهير مش اشتباك ده تعدي من جمهور على جمهور او على توبيس ما كان يحدث هذا لو لا تكرار هذا النوع من الاسئلة وازكاء روح التوتر يا جماعة بجد حاجة باخت يعني وكسبة ممجوجة ويعني السؤال مش مقصود منه غير طرف تاني يستفيد يقولك بيلعب عندي طبعا تبتخذه بعض بالحض ما عندناش مشكلة هنا وهناك وقالت كل اللي اخدته بقى كده هو ده النموذج اللي عايزين ويمشي لكن لم يسع الاهلي يوما في اي موقف في علاقته بالاسماعيلي بالعكس احنا ذكرنا ماتش الكاس وزاي النادي الاهلي انقذ الماتش من الاسماعيلي كان حينساحب كان ممكن الاهلي ولا كان ماتش كان في ضغوطه انه ما يجيش يلعب الماتش الكاس وخسر الاهلي بهذا القرار النبيل اللي خده لا نلعب اذا كان دي بالنهار هو القرار ده اتخذ ليه معشان تريح الاسماعيلي وجمهوره النادي نعمل هذا الموقف يخاف يروح الاسماعيلي ازاي يعني طيب هو يعني من الممكن جدا والوارد ان انتوا تلاقيوا بعض اللعبة القدامة جهلة بالنظام فبيرددوا كلام ما يعرفهوش مقبولة ومفهومة والطبيعي ان الجمهور ما يبقاش على بينا باصل الامور بتمشي ازاي لكن الكرسى لم يبقى مسؤول زي الاساس خالد زين رجل نايم رئيس النادي الاسماعيل وهو مش عارف العملية بتتم ازاي على فكرة يا جماعة من الاسبوع اللي فات يعني مش عارف عارف طبعا من الاسبوع اللي فات عشان اقول لكم الوضع اجرائيا بتعمل زي في تحديد الملاعب ربطة الاندية او ادارة المسابقات فيها بتبعت لمصلحة الامن العام توزارة الداخلية اول ما الاندية اختارت ملعبها يعني النادي الاهلي اختار ملعب الاهلوي السلام واختار الملعب البديل له استاد القاهرة ازاي مالك اختار ملعب الاساسي استاد القاهرة واختار البديل ما بين الكلها الحربية او ملعب المقولين كل نادي حدد الملعب الاساسي والاحتياطي في ال 18 نادي تحديد الكرة او ربطة الاندية بالاخرى عملت ايه بعتت لمصلحة الأمن العام مصلحة الأمن العام بتخاطب مدريات الأمن التابع لها الملاعب من ضمنها مدريت أمن الإسماعيلية عندك الأستاذ الإسماعيلية هيستضيف المباريات دي من ضمنها المفروض الأهل والزمالك وبقيت السبعتاشر نادي اللي ألعبوا مع الإسماعيل مدريات الأمن بتبعت الموافقات خطابات الموافقة بتاعتها للأمن العام بيبلغ بها الاتحاد او الربط انت هنا النقطة اللي بتحصل كل سنة من سنة من اول ما حصلت مشكلة بورسعيد انه مديرية امن الاسماعيلية هي اللي بتتحفظ على استضافة مباراة الاهل في الاسماعيلية والاسماعيل والمصري في الاسماعيل والمصري المصري من وقت الازمة وهو بيلعب كل مطشاته الاربعة وثلاثين في برج العرب كلهم لا بيجي القاهرة لا للاهل ولا للزمال ولا بيتحرك بره برج العرب مديرية امن الاسماعيلية هي اللي بتتحفظ على استضافة مباراة الاهل لأسباب امنية هي تراها ده تقدير موقف امني وزارة الداخلية ومسؤوليها هم اللي ادرى بيها هنا مديرية امن القاهرة بتوافق للاهل على استضافة مباراة الاسماعيل يعني كان السنة اللي فاتت مشؤول الربطة قالوا لو الاهل تمسك انه يلعب مباراة الإسماعيل في القاهرة يلعبها في القاهرة وعلى الإسماعيل أمنيا البحث عن ملعب يستطيع فيه مباراة الأهدي برا الإسماعيلية لأنك ما جبتش خطاب الموافقة الأمنية لاتحاد الكرة بيرفض ولا الآل بيرفض ولا حد بيرفض ولا الآل يسرر استخدام حقه ولا الآل يطالب حتى بكده خلاص لأ تكافؤ الفرص أنك تنقل المطشين لبرج العرب ليكن سؤال حيوضح الليلة كلها المصري والإسماعيلي بلعبوا فين برا المصري الكل ما تشطوا برا بما فيها الإسماعيل بما فيها الإسماعيلي طيب لما بيقولش لما بلعبش المصري عندي لماذا الأهلي بس هو اللي يقول ما بلعبش الأهلي عندي لأنه لا قرار الأهلي ولا قرار المصري ولا قرار الإسماعيلي ولا قرار حد فاللي بيتكلم Ми تقوليش أنه مش فاهب ده مسؤول يعني مؤكد حصل عشرات الاتصالات في هذا الاتجاه وإلا بدل ما تتكلم اعمل اتصالاتك طيب لما ده يا جماعة يتردد إعلاميا والموقف أمني مش الأفضل والأهم إن وسائل الإعلام دي تراجع في اللي بتقوله هو ده مش تحريض للجماهير هي جماهير اللي اعتدت من الإسماعيل على إوتوبيس الأهلي في برج العرب من كم شهر ده كان نتيجة إيه كل ده وكل واحد يتكلم ما هو الأهلي قصوا على رأسه ريشة ما بيجيش لإسماعيل لما جاه قبل الماضي ده راجع اللي تقال في الإعلام نفس التسخين والتحرير هم هم نفس الأشخاص سخنوهم لدرجة إنه حاسوا إنهم مظلومين إنهم رحيين لعبوا برا معين الأهلي لعبوا برا